التيار الصدري قابض على جمرة الآن ينتظر أي فرصة لنهاية العراق من هذا الملف الفاسد بأسماء ومسميات إذا إحنا تتهموننا بالبعث وتتهمون مرجعيتنا بالبعث فإحنا ما نتهمكم التواضحين أنتم بريطانيين وأمريكان وأنتم خارجين عن الديمقراطية الوطنية العراقية أنتم الآن تمرون بأوامر أجندة خارجية فإحنا يكفينا فخر إحنا ولد النجف ولد الحنانة ولد مدينة الصدر ولد البصرة والإعمارة وكربلة وأبيل والسليمانية والأنبار وصلاح الدين هاي أجندة محمد صادق الصدر كلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل أما أنتم أصبحتم للأسف يعني كررتم كلمة الديول مرة ثانية وأقولها بصراحة وبشجاعة خيركم ما يقدر يواجه أصغر صدري لا بالإعلام ولا بالميدان ولهذا توصفنا هذه الوصوفات إحنا رجال الميدان قاومنا الأمريكان اللي أنتم جبتوهم بصفقة باسم سقوط صدام وكان عدتكم ضعف في عملية إسقاط صدام ثلاثين سنوات مكنتم أن تحركون ساكن سيد محمد صادق الصدر بخمسة واربعين خطبة أسقط نظام صدام وسارع البنتاجون والسي آي اي والموسات الاعتماد عليكم والإطاحة بنظام صدام في 2003 ليس لسواد عيون ابناء الشعب العراقي إنما خوفا من نهضة صدرية المباركة التي يصفها ما يسمى بأحمد الكاذب هذا الذي يقول أن النهضة الصدرية أو صلاة الجمعة هي امتداد للحملة الإيمانية من قرة عينكم بعد ما عدكم غير هذا إحنا ياكم الميدان ميدان ينعدنا ميدان مؤجل وميدان معجل إذا جئنا إلى الميدان المعجل فستكتسح الأصوات وستصبح الأغلبية الحاكمة هو التيار الصدري الذي يمثل الوطنيين عموما والشيعة على التحديد أما الميدان الآخر هذا مؤجل لأنه مشكلتنا موياكم مشكلتنا مويا للإجابكم والأكبر منكم ولهذا إحنا متدخرين سلاحنا ودمائنا من أجل الوطن من أجل العراق من أجل مقاومة المحتل من أجل أن لا يكون تطبيع بالعراق على أيديكم وأيدي زبانيتكم